بصحة ديك صدمتيني بكلمة الاختيار نيجي نتكلم في الطلاق نلاقي في وشين على طول اختارتي غلط يجي الراجل يقولك أصلا حزر حزر لا انت اختارتي غلط الاختيار دايما بيصدمنا يا دكتور سامح اللي هو تحس فجأة سنين العمر دي كلها راحت اي ده اختارتي غلط وانا دلوقتي عندي مدركة ان انا اختارتي غلط قبل ما نروح لحتة الاختيار اللي دمهت قيلة على قلبنا اللي بنحس ان احنا غلطانين ان احنا معرفناش نختار طب خلينا دلوقتي انا في البداية هو اختار ازاي صحبة كويسة ليا تقدي معايا مشوار الحياة حلو هلخصها لك بقى عارفة في جملة بسيطة معايير لا انا مش عايزك تلخصها علي هقول الجملة الاول وبعدين نقول شوية معايير بس الجملة اللي في الاول اللي كانوا زمان بيقولها لنا اهالينا بقى وجدودنا وحاجات كده يقولك ايه اختار الصاحب اللي شبهك فاكرة كلمة دي هي دي اللي شبهك اللي شبهك ما يبقاش ايه يعني مثلا لو كلمنا على الفرق الطبقات الاجتماعية او الفلوس او الشغل ما يبقاش اللي هو هو بعيد عنك قوي لا خلينا كده يعني عنوان اختار الصاحب اللي شبهك اللي شبهه ازاي واحد اتنين تلاية اربعة رقم واحد سنا نوعا ما خبرة نوعا ما يبقى اختار السن المقاربلية المقاربلية لان احيانا بالله مثلا واحد عنده عشرين سنة مصاحب واحد عنده خمسين سنة بالضبط فاللي هو برضو مش صح هو ده يمشي في بعض الحالات بس انت عنقول ان انت عندك مثلا عشر اصحابك قوي كلوز قوي اللي هما المقربين منهم واحد او اتنين ده اللي هو كبير قوي واللي هو عشرين سنة انت عندك عشرين سنة لكن هو عنده خمسين ماشي ده واحد او اتنين لكن ما يبقاش صحبي المقرب بالانتين لكن ما يبقاش ده المقرب طيب يبقى رقم واحد السن اللي لازم يبقى متقارب متقارب فرق طبعا يعني ايه حاجة فوق كده بسيطة او تحت حاجة بسيطة ماشي الحال مافيش مشكلة اتنين اتنين المؤهل او الدراسة او يعني مش لازم كلنا ولاد تسعة زي ما بنقولها بس لازم يكون شبهك شوية في الشكل اللي هو الايه الدراسة دكتور سامة ما تكسفش قول بصراحة قول بصراحة لان انا برضو عانيت في الحتة دي ايوان انا كنت زمان طول الوقت حرب مع والدتي ووالدي يقولولي دي مش شبهك كلهم لا بحبها دي مش شبهك لا بحبها ايوان ليه بقى مش شبهك لان معلش يعني مهم جدا ومش هنتكسف ان انا لازم اكون لو انا متعلمة بدرجة معاينة من التعليم لازم برضو صاحبتي تبقى في نفس درجة التعليم ايوان لان بيحصل غيرك انا ما كنتش عايزة اولا لا انا حساك ان انت مكسوف وانت بتقول لا لا صح لا احنا بقول للناس الصح ايه دي مظبوطة جدا وفعلا لازم نقولها انا كنت بصباحة اولا اجملها ايوان عشان ما انا وصلتش بقى لمرحلة التانية اللي هي بتاعت ايه الغير وان انا اضر لابل دي ستانا حلينا نروح للغيرة والضرر يبقى لازم مستوى التعليم التعليم يبقى معتدر يزي يعني مقارب والسن قولنا مقارب الفلوس الفلوس تبقى مقارب بالزر للأسف للأسف شوفي احنا نخليها في الآخر هي بس للأسف يعني ما ينفعش انت مثلا ربنا كرامك او اهلك يعني ربنا كريمهم انهم انتوا اغنية بشكل ما عندك مش عارف شقفين وفيلا وعربية ومش عارف ايه وتصاحب واحد اقل شوية لان ده برضو عيامل نفس المشكلة اللي هي حكوا بنتكلم عليها ودايما اللي معاهم فلوس كتير برضو احنا بتتكلم بصراحة دايما اللي معاهم فلوس كتير تلاقي مثلا مصاحب صاحبه على قده قوي وييجي دايما يقولك ايه لا ده دمه خفيف ده مسخرة ده انا ما بروحش مكام من غيره يعني تلاقيه ركب عارفيته الفضيعة وصاحبه ده جنبه صاحبه اللي دايما بيدحكه صاحبه اللي دايما لا لا ده انا الفلوس معاه ده هو اللي بيصرف هو اللي بيعمل هو مش شايف ان صاحبه ده اللي هو محدود الدخل جدا اللي شبه معدوم هو عبيله انه صاحبه وبحبك كل حاجة بس فيه غيرة بيحصل له بقى في الاخر ايه بقى غيرة غيرة بقى الغيرة دي بتخليه وفي الاخر يقلبه على بعض الاي ان كان الموقف وده تجيله بقى الزاكرة فجأة يفتكر اه طب ما صح ما كانتش ده نفس المستوى فهو اللي عمل فيها المشكلة دي طب انت عارف من الاول ليه كنت عملت وقول ان ده كويس وان ده وان ده وده والعكس على فكر خلي بالك هو ممكن برضو اللي هو بتاع محدود الدخل شوية ده هو اللي تحصل معاه المشكلة ويقول ما انا غلطان في الاول ان ما هو بيزلني بفلوسه ايوه او ميضايقني بفلوسه صح كم فاحنا اللي عايزين ده اللي عايزين ده اه بزا اشنا بنقول متقربين شوية في المستوى